مرتبط بالمراسل بلا حدود أولا هذه المؤسسة هي مؤسسة معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب يجب أن نعترف هذه المسألة هذه ثانيا حكومة تتقبل بسد الرحب جميع الانتقادات شرط أن تكون هذه الانتقادات موضوعية وأن تكون أيضا بناءة لكن للأسف هذه المؤسسة أصبحت ماطية مجموعة الأجندات للأسف لا يوجد أي علاقة بالمصار للصحفة ببلادنا لا تنسوا تتابعونا في قناة اليوتيوب جنة وفعلوا خاصية الجرس سوف يفصلكم كل جديدة دعوا شامل الفيديو وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي